السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال بصوا بقى مش معنى ان لا يتخلص ان احنا ما نعملوش لا ده مغزي جدا ومفيد جدا وإحنا لازم نستفيد بالفايدة بتاعته هو ايه الترمس اه الترمس تسالي حلوة جدا ومفيدة وطبعا مش بنعمله ملح قوي يعني هيبقى مظبوط عالشعره يلا بسرعة تعالي معايا اتفرجي عالجمال والحلاوة والطعامة والفايدة وكل حاجة كويسة الترمس بتاعنا ما شاء الله طالع ملح مظبوط جدا بس شوية كمون صغيرين وعصرة لمونة كويسة وهيبقى زي الفل وتاكلي احلى ترمس احسن بقى من اللب والسوداني والحاجات اللي اللي ممكن تضر شوية ده طبعا معروف جدا فايدة الترمس بفيتاميناته وبروتين كمان حلو قوي 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 ويلا بينا هنشوف اهو هنعصر هندي شوية كمون ونقول بسم الله ونشوف احنا عملنا زيه زي ما انتو شايفين اللقطة الاولانية اللي انا كنت نقع فيها التصوير بتاعها ده فانا جبت ترمس طبعا ده ترمس حلو مش الترمس المر ده لي طريقة وده لي طريقة الترمس الحلو والترمس المر كده كده هيتنقعه شوية او ليلة كاملة قبل ما نغليه او قبل ما نسلق اه الاختلاف اللي بعد السلي هنا زي ما انتو شايفين انا كنت نقعين ليلة كاملة لما نفش خالص واتمالة كله اه وفضيته من الميا اللي كان منقوع فيها بعد ما اتغسل طبعا وحطيته في مياه نظيفة وحلوة وحطيته على النار يغلي زي ما انتو شايفين ما فيش اي ريم اه زي الفل بما انه اتنقع ونزل كل اه المواد الضرة اللي فيه تمام تمام انا بحاول ان لو فيه ريم اشيله اه خلاص هو كده بياخد غلوة وهيستوي وهاشيله انا بعد ما استوى فضيته من المياه اللي هي السخنة دي ويسيبته في مياه بيضة مرة واحدة هنا بقى الاختلاف بين الترمس الحلو والترمس المر الترمس المر هنغير عليه المية حوالي 3-4-5 مرات في اليوم علشان يضيع مرارته الترمس المر ده اللي هو الترمس البلدي تمام الترمس المر مش هيتعمل على طول لازم يتنقع كذا مرة او يتغير عليه ميته كذا مرة لحد ما تروح المرارة اللي فيه هنا انا جبت البرتمان بتاعي مليت فيه حوالي نص مية المية دي يقم مية مغلية ومتسابة تبرد يقم مية من الفلتر لازم تبقى المية معقمة الى حد المية وطبعا البرتمان بتاعي مخصول كويس ومخصول بمية سخنة علشان يتعقق معايا هنا معلقة كبيرة من الشط ومعلقة صغيرة من الكامو ليه علشان طبعا يضيع اي غازات بتيجي من الترمس ومعايا بقى كده انا هحط كله مجمل حوالي اربع معالق من الملح لاني هزوده بعد شوية ملح فكله على بعده اربع معالق من الملح وهحط الحاجة دي في المية واقلبها كويس ادوب الملح بدلا بعد ما نقلب وندوب الملح هنبتدي نضيف الترمس بتاعنا ما تصلوا على النبي يا ريت لو موجودين معايا تشرفوني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اكسب سواب الصلاة على سيدنا محمد انا انا كده خلاص قلبته هبتدي بقى اضيف الترمس بتاعي الاول بدوق طبعا الملح لازم تكون المية فيها سنة ملح زيادة علشان عبال ما يتحدق كل الترمس زي ما قلتلكم كله على بعض وهو ده نص كيلو مجمل اربع معالق من الملح اربع معالق كبار من الملح هبتدي بقى اضيف الترمس لازم نقلبه كويس عشان ما يترصب ملح فقاع البرتمون تمام كده لازم اتطمن برضو للملح بتال خلاص هبتدي بقى بصفي الترمس من المية اللي كان محدود فيها دي واحطه في البرتمان متصفي من المية بوريكم انها زي مصفة كده بتصفي من المية بتاع ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو وتكتبي لي كومان ده حلو وتفع علي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد زي ما انتم شايفين انا بصفي الترمس وبحطه في المية مش شرط يكون عيد او نهاية رمضان او كده دي بتعتبر تسالي حلوة جدا ومفيدة حتى للاطفال وبتقوي الزاكرة ليه فوائد كتير يعني وطبعا اي بكوليات بتتقسم اتنين فيها بروتين حلو بديل اللحوم كده التوم بيعتبر مادة حفظة واحط كمان ورقتين لوري علشان انا مش عايزة الترمس بتاعي ريم واخدي بالك وانت بتطلعي من الترمس ده بمعلقة نشفة او بمصفة او بتاع اللي انا كنت مسكها في ايدي دي كبشة تصفي تصفي من المية ما تلمسيش ايدك جوه البرتمان ده سواء ما خلل سواء ترمس انا ساعة العيد كنت سلق معاه كمان حمص فكان فاضيع بصراح هنسيبه بقى طبعا يوم يومين مش اكتر من كده انا عايز اقول لكم تاني يوم بالليل ما شاء الله ولادي ما صبروش عليه وطلعوا منه وكله نطلعوا بقى في الطبق بتاعنا ونشوف شكله شايفين ما فيش اي حاجة ما را يمشي زي الفل ما شاء الله والشطة بقى طبعا نزلت في القاع عندي تقليبة ونطلع الترمس بتاعنا والله حبات كهرمان وحيات رب طعمه زي الفل ما تشرفونا طب تعالوا دوقوا طيب والله يعني هيعجبكو اوي ما شاء الله ما شاء الله بقى الفهنة وشفة على اللي هيكله طعمه حلو قوي قوي يعني انا معجبة به جدا انه طالع مش حادق ومش دلع قوي طبعا ملح مزبوط وزي الفل هندي رشة كمون صغيرة علشان احنا حاطين كمون في الميا رشة صغيرة جدا شايفين يعني ولا حتى ربع المعلقة وعصرة اللمون المحترمة وبس مش عايزين اكتر من كده دي طيارة ولا ايه طيارة طيارة قريبة قوي هنقلب اللمون كويس ونأكل احلى ترمس ولا تقولي لب ولا سودان بقى الفهنة وشفة يارب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشرفوني بالاشتراك في القناة ولايك وكومنت حلو منكم وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي حاجة انا بعملها اشوفكم على خير في فيديو جديد في يوم جديد يوم سعيد سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة